هرجع مرة تانية الدكتور محمود كلية الزكاء الاصطناعي دي انا اظن انها من اكثر اللي لم تكن اكثر الكليات المتقدمة كعلم يعني في كل العلوم الحديثة اللي ظهر خلال هذه الفترة وزي ما حتك اشرت انه دي اول كلية في مصر والشرق الاوسط في هذا التخصص لازم هنا يجي سؤال خرجين الكلية هيقدروا يشتغلوا برة ده طبعا لكن هل انا عندي سوق عمل في مصر يسمح بهؤلاء الخرجين سألو اذا كان عندكم في الجامعة او في جامعات اخرى وهل انطاط التعليم وبرمج الدراسية تخرج دي خريج يشتغل في ادخن حتة في امريكا ادخن حتة في اوروبا ده هي يا فندم احنا الحمد لله سوق العمل المصري دلوقتي كله طبعا احنا في اطار التحول الرقمي وتحويل جميع المؤسسات الحكومية الى مؤسسات حكومية رقمية والسعي الدائم لوزارة الاتصالات وتكنيجيا المعلومات وكمان وزارة التعليم العالي لتخريج خريج قادر على مواكبة سوق العمل فاحنا المراكز دي او الاماكن دي محتاجة لخريج قادر على مواكبة العمل وعلى علم كبير جدا بالتكنولوجي ما فيه شك ان كلية الزكاء الاصطناعي عندنا يعني مكونة من اربع اقسام رئيسية الاربع اقسام دول يعني بيساعدوا الخريج ان هو يتعلم علوم البيانات الواتفاديتا ساينز ويتعلم برمجة الالة واسترجاع المعلومات ويتعلم حاجات زي الروبوتات والالات الذكية وكمان تكنولوجيا انظمة الشبكات المدمجة او اللي بنسميها انترنت وسينكس ومن ضمنها عمليات الحوسبة السحابية او الكلاود كومبيوتنج لان حضرك احنا دلوقتي ازا ما شفنا كده احنا عايزين بقى ان احنا نأمن بياناتنا ويبقى عندنا السيرفرات الخاصة بينا هنا في مصر مركز بيانات بالضبط فاحنا دلوقتي الدولة كلها متجهة ان احنا بقى خلاص عايزين نعمل سيكوريتي عايزين البيانات بتاعتنا تبقى موجودة في مكان موحد لا نعتمد على سيرفر خارجية هذه السيرفر قد يحدث لها هاكينج هذه السيرفر ربما ان هما ياخدوا البيانات بتاعتنا وممكن يستخدموا استخدام صحيح او استخدام خاطئ فبالتالي الدولة المصرية بل انا عايز الناس تخزن بياناتها عندي بالضبط كده فده الاتجاه فطبعا هذه الاماكن طبعا هي لا تهدف الوقت الحالي دايما فخامت مع الرئيس يسعى دايما الى التنمية المستدامة بمعنى فيما يتعلق في المستقبل على مدى بعيد وهو ده فعلا الحاجة الجميلة جدا اللي احنا بنعشها فبالتالي الاماكن دي محتاجة الى كوادر مهيئة ومدربة لمثل هذا النوع من التكنولوجي فكلية الزكاة الاصطناعي ومش كلية الزكاة الاصطناعي بس وكليات الحاسبات وكليات الهندسة اقسام الالكترونيات والاتصالات والحاسبات دايما بتعلم الطالب ازاي يشتغل على البرمجة ازاي يشتغل على الابليكيشن ازاي يقدر يطور من نفسه وهو الخريج على فكرة دايما بيفكر ان هو يستغل الموارد البسيطة وبيعمل افكار هيلة جدا يعني عندنا افكار مشاريع تخرج يمكن طلاب من سنة اولى ومن سنة تانية لسه في البدايات بيعملوا مشاريع يعني كبيرة جدا بيعملوا ميديكال سيربس روبوت بيعملوا مشاريع عن معالجة المكفوفين وايضا مشاريع عن الغواصة اللي بتنتشل الجسس من اعماق معينة في البحر ودي طبعا كانت مشاريع التخرج السنة اللي فاتت وكنت انا مشرف عليها بنفسي واستخدام كمان تقنيات الميتا بيرس لو حضرك تعرفها في عملية السيميوليشن او المحاكاة بمعنى ان الطالب بدل ما يصمم مكت يكلفه طبعا هي مكلفة جدا حاجات دي عشان تجيب سينسورز وتجيب مقاومات وتجيب حاجات معينة عشان تعمل المكت او كده ده بيكلف كتير جدا فعشان الطالب يضمن ان البروتو تايب ده يشتغل فهو بيبدأ يعمل في بيئة افتراضية الاول وبيجربها وبعد كده بينتقل من البيئة الافتراضية الى بعد نجاحها طبعا الى ان هو يعمل مكت حقيقي وبالفعل طبعا عملنا شغل كتير في هذا المجال وطبعا عايز اقول لحضرتك ان مجال الزكاء الاصطناعي هو مجال بحسي في الاساس فهنا في قسم الدراسات العليا عندنا احنا دايما بنحفز الباحثين في الكلية عندنا ان هم يعني يتطلعوا للحاجات او للمشاكل اللي بتحصل ويحاولوا يحلوها من خلال البحث العلمي والحمد لله كلية الزكاء الاصطناعي تعتبر من الكليات الرائدة وهي لسه ممرش عليها اكتر من خمس سنين في البحث العلمي داخل الجامعة يعني احنا عندنا محققين اعلى رنكات في البحث العلمي وفي جوائز وحوافز النشر والحقيقة في تشجيع مستمر من استاذ الدكتور عبدالرازي الدسوقي للباحثين سواء كان باحثين من عضاي التدريس والهيئة المعاونة او باحثين حتى من الطلاب يعني تخيل يا فندم ان في عندنا طلاب في سنة اولة وتانية وتالتة بينشروا ابحاث عالمية محكمة في مجلات زي اي تريبل اي وشبرينجر والسيبير ودول يعني طبعا عشان تنشر في مجلات كبيرة زي دي الامر ما بيبقاش سهل خالص فهم طبعا يعني احنا عندنا في الكلية ميزة كبيرة جدا من الجميع اعضائي التدريس عندنا والاستاذ دكتور تامر متحت وكيل الكلية لشؤوني للتعليم والطلاب دايما بنبقى قاعدين مع الطالب لغاية ستة وسبعة وتمانية بالليل يعني نقول له يعمل ايه نحل المشاكل معاه ازاي لانه طبعا الطالب محتاج دعم محتاج ان هو يتعرف على التكنولوجي محتاج ان هو ازاي يتعامل مع السوفتوير يفتح له افاق جديدة وطبعا بعد ما بنعلمه ده بنلاقيه متفوق علينا يعني دي حاجة بتسعدنا جدا اش شعبا